تبدأ محكمة ألمانية النظر في قضية رفعها ثلاثة يمنيين ضد الحكومة الألمانية لدورها في قتل مدنيين يمنيين استهدفوا بطائرات أمريكية دون طيار دعوة ستئناف مقدمة في قتل يمنيين بهجوم طائرة أمريكية من دون طيار يقول المدعون إن التحكم في مساري هاجر من القاعدة الأمريكية في رامشتاين بألمانيا التي تعد جزءا لا يتجزأ من برنامج الطائرات الأمريكية بدون طيار الخميس الماضي افتتحت القضية حسب تلفزيون دوتشفيل الألماني قال القاضي الذي يرأس الجلسة أنه يواجه مهمة شاقة وهائلة في واحدة من القضايا التي لم تعالجها المحكمة الدستورية الألمانية ولا المحكمة الإدارية الفيدرالية تعيد قضية بن علي جابر ضد ألمانيا تسليط الأضواء على الانتهاكات والضربات التي تستهدف المدنيين سواء كانت بضربات الدرون الأمريكية أو بغارات التحالف العربي قد تجبر القضية الحكومة الألمانية على الاعتراف بالمسؤولية المشتركة في مقتل اثنين من أفراد عائلة المدعين في اليمن عام 2012 مقدموا الدعوى طلبوا ألمانيا بمنع الولايات المتحدة من استخدام قاعدة رامشتاين الجوية في حربها التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة وتواجه المحكمة مهمة تحديد دور ألمانيا في قضايا حقوق الإنسان والقضايا الدستورية بدورها أنكرت الحكومة الألمانية مسؤوليتها عن مقتل مدنيين مثل أفراد عائلة بن علي جابر وتقول وزارة الدفاع الألمانية الممثلة عن الحكومة إنه لا دليل لديها على أن رامشتاين متورطة في حرب الطائرات الأمريكية دون طيار خطوة مقاضات يمنيين من ذو الضحايا للحكومة الألمانية يفتح الباب أمام قضايا ودعوا عدة لمحاكمات دول وحكومات شاركت في عمليات عسكرية وارتكبت انتهاكات وجرائم ضد المدنيين في اليمن